موسيقى موسيقى قرعة كأس العالم 2026 حددت المجموعات عرفت المنتخبات التي ستشارك في كل مجموعة على حدة وللإشارة أن تسع المنتخبات ستتأهل مباشرة إلى كأس العالم تسع مجموعات المتصدر لكل مجمعها سيتأهل مباشرة لأن عدد المنتخبات في كأس العالم انتقل من 32 إلى 48 منتخبا قلت تسع منتخبات ستمر مباشرة إلى نهائية كأس العالم أربعة أصحاب أفضل مرتبة ثانية سيلعبون نصف النهاية والنهاية لتتأهل واحدة منهم وتدخل غمار الملحق العالمي التي تشارك فيه منتخبات أسيا أمريكا الجنوبية وباقي القارات ما يجب الإشارة إليه ومعرفته أيضا هو أن الجولة الأولى والثانية ستجرى من 13 إلى 21 نومبير 2023 الجولة الثالثة والرابعة من 3 إلى 11 يونيو 2024 الجولة الخامسة والسديسة من 17 إلى 25 مارس 2025 الجولة السابعة والثامنة من فاتح إلى تاسع شتنبر 2025 الجولة التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 شتنبر 2025 ومن بعد تجرى مباريات أفضل الحاصلين عن المرتبة الثانية وذلك من 10 إلى 18 نومبير 2025 ما أترى انتباهي والقرعة قد انتهت والكل يحلل دائما أقول حسب تفكيره وحسب ثقافته وتجربته الرياضية الغريب في الأمر أنني إذا تبعت بعض القنوات الخارجة ومنها قناة في الحقيقة من القنوات المهمة وهذه قناة جزائرية أسميتها الهداف أنا شغف بها أتتبعها لأنه في الحقيقة من القنوات التي تعجبونها ولكن الغريب أن البرنامج اليوم رغم أنه جمع أطور هامة وأطور لها تجربة والأهل يقول على أن مجموعة الجزائر هي مجموعة سهلة وأن الجزائر صافي ضمين مكانته في كأس العالم 2026 وهذا في الحقيقة أنا لست متفقاً عليه لماذا؟ لأن كل المنتخبات المرشحة والتي ستخذ غمار هذه تصفيات كلها منتخبات قوية لا يمكن أن نقول بأن هذا أفضل من هذا أو هذا أحسن من هذا أو هذا قضى من تهيل إلى النهائيات الجزائر لها غينيا غينيا فريق كبير الموزنبيق وغاندا صومال صومال فريق له مكانته يجب أن نصغر أي فريق من هؤلاء وفي كل مجموعات مصر مثلاً بدورهم يقولون لأنهم قتعلوا هنا لديهم بوركينا فاسو وسيرياليون سيريال سيرياليون وإتيوبا وجيبوتي تونس أيضاً غينيا استيوائيا مالاوي الكاميرو الرأس الأخضر هذا الرأس الأخضر هو فريق لديه ستمائة ستمائة ألف من الساكينة ومع ذلك له منتخب قوي كم من مرة وقف عنيداً ووقف جبلاً أمام منتخبنا المغربي بنجومه الكبار الكاميرون كما قلت الأخضر المغربي زونبيا الكونغو كلها فرق كبيرة كوديفول كابون كينيا في المجموعة الساديسة كل المجموعات بها منتخبات قوية ولا يمكن النص صغيرة ولو منتخب واحد هذه نقطة النقطة التانية نحن الآن في يوليوز 2023 والمباراة ستجرى في 24 وما يزيد إذن من يقول أننا سنبقى نحتفظ بين نفس اللاعبين وبين نفس الملتقب لابد من تغييرات لابد من نجوم سيظهرون من جديد ويمكن تخلي على العديد من اللاعب الحاليين كم من لاعب س إما يرجع مستواه ويتناقص أو يصيب مثلا بإصابة أو الغيب والعلم عند الله الباقي الوقت الفرق الهقوية ما يمكن شنقوله هذا حسن من هذا أو هذا أضعف من هذا لأن الوقت ستبدي لك الأيام ما كنت تجاهلا لا بد من تغييرات ولا بد ولا بد ولا بد أنحطات ولا بد لأي فارقين أن يتهيأ ويعمل مزيد من الجهود لكي يظفر بالتأهيل لا يمكن مثلا نقول بأن المغرب وصل نصف النهاية صافي اقطع البحر ونشفر لا 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 بالعكس يجب العمل جدي من الآن لذلك الوقت كل منتخبات قوية كل منتخبات لها وزن ولها مستوى وبالعكس تقدر تحلم على الفرق الضعفة من الأخبار المهمة اليوم هو في الحقيقة ما تشفي ناش وذلك سنعطيه الخبار كما هو أن انتخاب عضو في المكتب تنفيذي للكاف تم نجاح رئيس تحكم الليبي سي سلماني على حساب الزفيزف والفرق شاسع 38 صوت مقابل 15 وعضو تنع عن التصويت المهم هاني هاني السلماني ونتأسف على سي فيزف لحنا الحمد لله رياضيين مع الديمقراطية ومع الانتخاب نجاح السي سلماني ضفر بالمقعد سي فيزف لم يفلح هاني اللي الأول ونتمنى التوفيق إن شاء الله مستقبل للسي فيزف إذن إلى هنا أنهي هذه الحلقة وإلى فرصة أخرى بحول الله